أنا قابلت المدير الرياضي إليا سيدي كان شغال في أولاً هو كان شغال التكنيكال السكرتاري في الاتحاد الكرواتي حلو فأنا بالنسبة لي الراجل ده أنا عملت معاه قاعدة طويلة لأن الراجل ده من دولة الكورة فيها من ظهرت من كم سنة بس كرواتيا وفي سيمي فاين الكاس عالم 98 سيمي فاين الكاس عالم 2018 سيمي فاين الكاس عالم 2022 فاينال كمان 18 بالزبط أنا قصدي يعني في طلق بطوات كاس عالم وهم أصلاً منشئين في التسعينات فأنا اتكلمت مع الراجل يعني فالرجل ده كان بيقولي أنه كان شغال قال لي الكلام ده كان من أربع من أربع سنين وكان بيقولي أنه خد بالك فيه لعيب مدافع بلعب في دوري الكرواتي أنا بجهزه أنا براهنك أنه ده هيكون في الفريق اللي بيدربه بيب جوارديولا كمان أربع خمس سنين وقال لي الراجل ده اسمه جوارديول وأنا فكر الاسم وكتبت الاسم في نوت عندي على اعتبار أن أنا بتابع اللعيبة الموهوبة فلما لقيت جوارديول مضى المانشستر سيتي بسين مليون قلت يا نهر أبيض إيه يا جماعة ده مخططين من ساعتها إزاي بس مخططين إزاي لأنه هو الفكرة أنهما عارفين احتياجات الأندية دي بقت عامدة إزاي فبقوا بيطلعوا اللعيبة ويدربوهم على الحاجات من قطاع النشئين لازم المدافع يبني الكرب من تحت لازم المدافع يباصي على الأرض كويس لازم المدافع يستخدم رجلي الاتنين اللعيبة اللي بتبمهوبة أكتر بنحط عينينا عليها وبنديله دورات تدريبية أكتر وأكتر وأكتر علشان هزود الوعي التكتيكي بتاعه